اجتماع صعدة الدكتور عبداللاطيب الراشد الزياني وزير الخارجية في مقر الوزارة اليوم مع معالي السيد موسى زامير وزير الشؤون الخارجية في جمهورية المالديف بمناسبة زيارته لمملكة البحرين وفي بداية الاجتماع رحب وزير الخارجية بزيارة وسير خارجية جمهورية المالديف الصديقة للمملكة وما تتيحه من فرصة لتباحث في كل ما من شأنه تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين منويا بما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات مؤكدا حرص المملكة على تنمية التعاون الثنائي مع جمهورية المالديف بما يخدم المصالح المتبادلة من جانبه أعرب معالي السيد موسى زامير عن سعادته بزيارة مملكة البحرين مشيدا بتنامي التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وما يعكس من حرص واهتمام للجانبين بتوطيد علاقات الصداقة التاريخية والارتقاء بها إلى أفاق أشمل متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء والزهارة وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره وتنميته في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتوسيع أفاق التعاون والتنسيق المشترك والتشاور على المستوى السياسي وفي كافة المحافل الدولية بما يخدم المصالح المشتركة والسعرض سعادة وزير الخارجية الجهود التي تقوم بها البحرين في هذا الإطار بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في ظل رئاسة المملكة للدورة الحالية للقمة العربية وما أسفرت عنها من قرارات ومبادرات بناءة ضمن أعلان البحرين لتعزيز العمل العربي المشترك وتكريس التضامن العربي والحفاظ على الأمن والاستقرار الأقليمي بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ودعم الاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراع والنزاعات في المنطقة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والأقليمية وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمية